السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم غدا إن شاء الله بإذن الله مباراة المنتخب السوري الأول للرجال الأولى الودية بعد غياب سنة كاملة عن الملاعب لأول مرة منذ سنة نرى أو سنرى المنتخب السوري يلعب مع المنتخب الأسباكي المباراة بكرة يوم الخميس الموافق 12 11 المباراة هتكون مذاعة على قناة دبي الرياضية وقناة سوريا دراما السورية المباراة الساعة الخامسة الساعة الخامسة بتوقيت سوريا الساعة الخامسة بتوقيت لبنان الساعة الخامسة أيضا بتوقيت مصر أي توقيتات أخرى مكتوبة على مواقع أو على تطبيقات على الموبايل زي اللاشوت هي توقيتات غير رسمية وغير حقيقية المباراة أيضا ستكون الساعة السادسة بتوقيت الإمارات أنا يمكن غلطت مبارح وقلت لكم الساعة سبعة لأ هي الساعة ستة بتوقيت الإمارات خمسة بتوقيت سوريا ومصر ولبنان ولو أنت ساكن في أي دولة في العالم ألمانيا السويد هولندا حاول تعرف التوقيت بنفسك لأن للأمانة أنا مش عايز أدخل كده في معضلة واكتب لكم توقيت غير دقيق الكابتن نبيل معلول بكرة في تحدي قوي جدا أمام المنتخب الأسباكي التحدي لأن المنتخب الأسباكي قوي طبعا بكل تأكيد ولأنه سريح ولأنه عنده عناصر شابة كتيرة ولأنه عنده روح قتالية قوية جدا ولكن التحدي الأكبر أن هي أول مباراة للكابتن نبيل معلول الكابتن نبيل معلول إمبارح تكلم وصرح وأكد على أن غياب لعبين زي عمر السومة وأحمد الصالح وعبدالله الشامي هيؤثر ولكن هو عايز يتعود على الغيابات من الآن لأنه بيقول الغيابات أمر وارد وطبيعي بسبب البطاقات الحمراء أو الصفراء أيضا الكابتن نبيل معلول إتكلم مبارح على أنه عنده ثقة كبيرة جدا جدا في لعب المنتخب السوري وأنهم كلهم بزلوا المجهود الكبير جدا في تدريباتهم تحديدا في معسكر الإمارات وإحنا كلنا شايفين ده وللأمانة شايفين منتخب سوري مختلف الصور اللي أمامكم دلوقتي دي صور لآخر تدريب للمنتخب السوري الأول للرجال أيضا السيد حاتم الغياب من برحة تواصل مع اللعبين وعمل معهم اجتماع ومع الكابتن نبيل معلول ومع الكادر الفني وده كان أمر مهم لرفع الروح المعنوية وعشان يكونوا يعني على أهبة الاستعداد لأولى المباريات الودية التي يتعطش لها جماهير المنتخب السوري تعالوا نتكلم مع بعض عن القائمة المتوقعة أو عذرا التشكيلة المتوقعة للمنتخب السوري غدا أمام المنتخب الأسباكي التشكيلة اللي أنا توقعتها شخصيا واللي أنا ما توقعتهاش بناء على خبريت الشخصية لا بناء على تصريحات الكابتن نبيل معلول وتصريحات الكادر الفني وتصريحات اللاعبين هقدر إن شاء الله النهاردة أن أنا أتوقع معاكم من 11 لاعب إيه اللي هيلعبه وكمان السبع أو التمن لاعبين اللي كمان هيكونوا احتياط بالمناسبة الكابتن نبيل معلول مبارح أشار إلى إن القائمة اللي هتلعب أو التشكيلة اللي هتلعب مباراة أسباكستان غير اللي هتلعب مباراة الأردن ودي يمكن يعني أمر طيب جدا إن الكابتن نبيل معلول واضح إنه هو هيجرب كل اللعيبة كل اللعيبة هتلعب القائمة اللي هتلعب مع أسباكستان هتختلف بشكل كبير يتخطط 80% عن القائمة اللي هتلعب معه الأردن وتعالوا سريعا ومن غير مطول عليكم نتكلم عن التشكيلة أنا أتوقع أن الكابتن نبيل معلول هيبدأ مباراة غدا بحارس مرمى وهو إبراهيم علمة أنا ما أعتقدش أنه هو هيجازف وهيبدأ بأي حارس آخر أيضا أتوقع أن الكابتن نبيل معلول في الدفاع يبدأ بكل من مؤيد العجان وأيضا عمر ميداني وفارس أرنقوت وحسين جويد دول الأربع لعيبة اللي في الدفاع أنا أتوقع أن الكابتن نبيل معلول يبدأ في خط الوسط غدا بكل من سيمون أمين وأياز عثمان ومحمد ريحاني أتوقع أن الوينجين بكرة هيكونوا كلا من ورد السلامة ومحمود المواس أتوقع أن يبدأ غدا بمهاجم وحيد وهو عمر خريبين طبعا أنا عارف أن الناس هتزعل لا أنا بتكلم دلوقتي على الشروط الأول على الأغلب الكابتن نبيل معلول ولو نتيجة المباراة كانت تسعفه يعني كان متقدم هدف أو اتنين أو تلاتة أو أكتر أتمنى هيغير هيغير كتير وهيستبدل حتى حارس المرمى هيستبدل حتى عمر خريبين طبعا عمر خريبين على الأغلب بكرة هيبدأ وحيدا في الهجوم من وجهة نظري عشان عمر خريبين لما بيبدأ لوحده بيكون عنده حرية في التحرك أكتر وبيقدر أنه يسدد أهداف أكتر دي مجرد وجهة نظر ومجرد توقع تعالوا نتكلم عن البداي من وجهة نظري الكابتن نبيل معلول بكرة هيستبدل إبراهيم علمة بأحمد مدني طبعا لو الوقت سمح ولو النتيجة سمحت ممكن يستمر إبراهيم علمة ممكن ممكن يبدأ أحمد مدنية ممكن برضو أنا أعتقد أن الكابتن نبيل معلول بكرة هيبدل مؤيد العجان بخالد كرديغلي وهيبقى على كل من عمر ميداني وفرس أرنقوت وحسين جوايد هيبقى عليه أنا أتوقع أن الكابتن نبيل معلول هيستبدل كل من محمد ريحانية بكامل حميشة وهيستبدل أيضا أياز عثمان بمحمد عثمان ده احتمال يكون في الشوت الثاني أو في الربع ساعة الأخيرة أو حتى في الشوت الأول طبعا عشان يدي فرصة لأكبر عدد من اللعيبة إن هي يعني تخوض تلك المناسبة أو المباراة الودية الدولية اللي هي بالمناسبة من ضمن أيام الفيفا يعني مباراة لها أهمية فوج أهميتها اللي احنا نعرفها كأول مباراة مع الكابتن نبيل معلول أعتقد إن الكابتن نبيل معلول بكرة هيستبدل في الشوت الثاني محمد المرمور مكان ورد السلامة وأعتقد إن مرديك مرديكيان هيدخل مكان محمود المواس في الشوت الثاني أيضا أعتقد إن الكابتن نبيل معلول لو كانت المباراة حلوة وطيبة والنتائج كويسة وزي ما بيقوله بلغة كرة القدم كعبنا عالي على المنتخب الأسباكي إن علاء الدين الدالي يدخل مكان عمر خاربين في آخر تلت ساعة آخر نص ساعة من الشوت الثاني إن لم يكن العكس إن علاء الدين الدالي هو اللي يبدأ وعمر خاربين يكون هو البديل ولو إني أستبعد الأمر ده على الأغلب عمر خاربين هو اللي في البداية وعلاء الدين الدالي هو اللي هيكون الظل بتاعه أو البديل بتاعه دي كانت تشكيلة المنتخب السوري من وجهة نظري الشخصية عايزكم تشاركوني بالرأي تحت في التعليقات وتقولولي هل أنا كنت يعني إلى حد ما كويس أو جيد في التوقع ولا كنت بعيد شوية عن التوقع لقائمة المنتخب السوري أو تشكيلة المنتخب السوري غدا بإذن الله أمام أسباكستان تعالوا نتكلم شوية كمان عن نقاط تميز المنتخب الأسباكي ونقاط ضعف المنتخب الأسباكي وإزاي نقدر كمان نستغل الأمر ده وأتمنى إن الكابتن نبيل معلول يشوف الفيديو ده مش عشان طبعا يتعلم مني لا بس عشان يعرف إن أنا يعني بشارك معاه وبحاول إن أنا أوصل لأي معلومة معاه مش أكتر طبعا أكيد الكابتن نبيل معلول عارف كل الكلام ده وأكتر تعالوا الأول نتكلم على نقاط تميز المنتخب الأسباكي أول نقطة من نقاط التميز اللعب رقم 11 سيرجيف لعب سريع جدا قوي جدا جدا وهداف تاني نقطة إن المنتخب الأسباكي دايما بيعمل ضغط قوي في الدفاعة يعني أنت أول ما بتدخل بالكورة لمنطقة دفاعة لأسباكستان يعني بيحصل ضغط عليك من كل نقطة وبالتالي ده ليه حل هكلمكم عليه بعدين أيضا المنتخب الأسباكي بيلعب على الأطراف بشكل مستمر ولكن عند منطقة الهجوم يعني عنده هجومه لا هو ما بيعرفش يلعب على الأطراف بشكل كويس يعني هو يجيد اللعب على الأطراف في منطقة الدفاع فقط أيضا هو بيقدر يلعب في العمق يعني يقدر يعمل سروباس من أول الملعب لآخر الملعب ودي أيضا نقطة تميز أيضا المنتخب الأسباكي بيعتمد على العناصر الشابة والحمد لله إحنا عندنا عناصر شابة كتير في المنتخب السوري الأول للرجاء بنتكلم عن علاء الدين الدالي محمد ملطة محمد ريحانية محمد المرمور ورد السلامة كل دول تحت سن الخمسة وعشرين سنة وعندنا لعبة كتير واحد وعشرين سنة أيضا المنتخب الأسباكي من نقاط تميزه التسديد من بعيد دايما التسديد من بعيد عنده نقطة مضيئة أيضا المنتخب الأسباكي عنده روح قتالية عالية جدا بيلعب؟ تعالوا نقول كده زي المنتخب الألماني يعني أنا شايف المنتخب الأسباكي قريب الشبه بالمنتخب الألماني طيب تعالوا نشوف نقاط ضعف المنتخب الأسباكي المنتخب الأسباكي من نقاط ضعفه الشديدة البطء الشديد في حركة المدافعين المدافعين عنده آهم أقوية جدا وبدنيا رائعين وكمان شباب ولكنهم بطاء جدا جدا تقدر بكل بساطة ان انت تخترقهم وتقدر تعمل سروبا سهل جدا جدا ايضا المنتخب الاسباكي بيلعب على خط واحد في منطقة هجومه يعني انت ممكن تركز كل اللعيبة بتوعك في خط المنتصف في هجوم المنتخب الاسباكي وتاخد من الكرة بكل سلاسة ايضا طبعا المنتخب الاسباكي بناء على كده سهل ان انت تخترقه من الاطراف لان الاطراف بتاعته مشلولة يعني اي كرة من المنتخب الاسباكي في منطقة هجومه تروح على الاطراف سهل جدا ان انت تاخدها باي لعب من اللاعبين اللي في خط الوسط طبعا طيب المنتخب السوري بكرة عليه انه يعمل ايه من وجهة نظري الشخصية لازم المنتخب السوري بكرة يكون سريعة لازم ما يحتفص بالكرة لوقت طويل يعني لازم يلعب من لمسة واحدة اقصد وكمان لازم يغير اتجاه الكرة بسرعة لانه لا يجيد اللعب على الاطراف في منطقة هجومه وايضا لازم ينوع المنتخب السوري في الهجمات لان المنتخب الاسباكي زي ما قلتلكم لا يجيد الا اللعب في منطقة الوسط او منطقة الخط الواحد امام منطقة الجزاء فمنطقة هجومه وبالتالي سهل جدا ان انت تلعب على الجناب وتحقق هجمات مرتدة رائعة جدا جدا ايضا علينا ان نستغل اي فرصة او ربع فرصة امام المنتخب الاسباكي لان المنتخب الاسباكي قوي جدا جدا ولان الفرصة اللي بتيجي ما بتتعوضش ننسيت اقول لكم وللامانة كل تلك الملاحظات على اداء المنتخب الاسباكي وكل تلك التحليلات الرائعة هي ليست من عندي هي نقلا عن الكابتن ردوان الشيخ حسن واكيد طبعا هو غني عن التعريف هو من اهم لعيب كرة القدم السورية ومحل القنوات بين سبورت وايضا هو من اهم المدافعين في كرة القدم السورية عشان كده تلاجو دايما هو مهتم بالاداء الدفاعي وتحليله تحية للكابتن ردوان الشيخ حسن على تحليله الرائع طبعا واتمنى ان احنا نشوف ان شاء الله باذن الله مباراة المنتخب السوري بكرة افضل مما متوقعين اتمنى ان احنا نشوف مباراة كده ماراثونية مباراة دفاعية هجومية نتيجة واداء قوة بدنية تحديدا وان احنا عندنا كل العناصر متوفرة تعالوا سريعا نرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة وبسرعة جدا جدا تعليق الاول من زكريا زكور اخي سؤال مهم امتى موعد مباراة سوريا والمالديف الى الان التوقيت الرسمي مارس 2021 ولكني اتوقع ان التوقيت ده يتم تبكيره يعني ممكن نلاجي ان شاء الله في اول شهر واحد نلعب ممكن في شهر اتناشر نلعب مش عارفين بالضبط الامور رايحة الفين ولكن المعادر الرسمي مارس 2021 تعليق اخر من محمد سقا ارجو الرد فيه مواقع عم بتقول ان المباراة الساعة 3 ان شاء الله باذن الله وتعليق من كازم الزهري بيقول اخي ليه ما اتكلمت عن موعد المباراة بتوقيت امريكا والله عشان اكون صادق معاك انا مش عايز ادخل في موضوع التوقيتات لاني خايف ان انا اتلغبط ولكن لو كتبت معاك دلوقتي توقيت امريكا هلاجي ان دلوقتي الفرج ما بيننا وبين امريكا حوالي 5 ساعات يعني المباراة بتوقيت امريكا الساعة العاشرة مساء كل اهلنا الساكنين في امريكا من اهلنا السوريين يعني المباراة هيقدروا تشوفوها الساعة عاشرة بتوقيت امريكا وليس بتوقيت اي دولة اخر وتعليق اخر من محمد اسماعيل اخي الله يرحم اهلك بس سؤال السومة بدي يشارك ضد الاردن ولا لا منتظر ردك لاني اخبارك 100% اشكرك اخي الغالي على ثقتك في اخباري يعني او في معلوماتي التي اقدمها للأسف عمر السومة لان يشارك امام الاردن لان هو هياخد جرعة كمان من البلازمة ان شاء الله بعد 3 اسابيع من الان فللأسف هو يحتاج على الاقل اسبوع راحة فطبعا الامر صعب بالنسبة لعمر السومة وتعليق اخر من علي ديب هل انت سوري الجنسية لا يا اخي انا مصري الجنسية وتعليق من رودن ريشو بيقول اخي ما توقعك الشخص للنتيجة سؤال رائع نختتم به الحلقة انا اتوقع ان المنتخب السوري يفوز بكرة ولكن بفارق اهداف قليل اتوقع ان احنا ممكن نشوف بكرة 3-1 3-2 4-3 1-0 لكن فارق اهداف كبير مع المنتخب الاسباكي اعتقد ان الامر صعب ولو اني اتمنى طبعا اتمنى ان انا اشوف بكرة النتيرة 5-0 انا ما عنديش اي مشكلة ولكن لا اعتقد ان الفوارق هتكون كبيرة بكرة في نهاية الحلقة بشكركم جدا على حسن المتابعة شاركونا بالرأي تحت الحلقة ايه رأيكم في حلقة النهاردة او ايه رأيكم كمان في القائمة اللي انا توقعتها معاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة